استحذر المشاركون في القمة الرهانات المتاحة أمام القارة الإفريقية والفضاء الأورو متوسطي والتي من شأنها تعزيز الاندماج والتعاون جنوب جنوب وتسريع التنمية المستدامة لاقتصاد بلدان الساحل وفي هذا الصياق استحذر رئيس مجلس النواب في كلمة الجلسة الافتتاحية المبادرات المغربية الريادية على غرار مشروع ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي والمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب عقد اليوم طلبت الجامعة الأورو متوسطية بفاس والذين يمثلون أكثر من 30 دولة من أوروبا ومن أفريقيا يوما دراسيا للنقاش القضايا والتحديات والرهانات التي تتعرض لها هذه المنطقة وخصوصا العنكاسات السلبية للتحولات والقلابات المناخية وأجمع المشاركون أيضا على أن المغرب يتوفر على رأس مال رمزي وزن جعل منه مركز ثقل وبلدا نموذجيا في نظامه وانفتاحه في فضاء المتوسط وعمق القارة الإفريقية كما أشادوا بجهود الجامعة الأورو متوسطية بفاس في مد الجسور بين هويتها الأورو متوسطية وعمقها الإفريقي أشغال القمة ستتوج بإصدار نداء الأمل الذي ستتم تلاوته في الجلسة العامة لأشغال القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات والدورة السابعة عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ترجمة نانسي قنقر